السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى أهليه وصحبه أجمعين يا مسائل ورد ومسائل فلي ومسائل ياسمين على أجمل متابعين حب أشكركم وأقول لكم ربنا يا رب يكبر بخاطركم زي ما انكبرت بخاطري وقلتولي أستمر فيديوهات الذهب مجموعة من حبيبي المتابعين قالوا لي استمري وعاوزين حتى لو هم مش قادرين يشتروا بيشاهدوه يعني بيتفرجوا عليه زي ما قلتلكوا الفيديوهات دي في الفيديوهات ترفيهية وبتعرفوا على حسب كل بلد طبعا فيها حاجات تختلف عن البلد التاني الموديلات في كل حاجة كانت دهب إن كانت ملابس حاجات زي كده كله في اختلاف ما بين كل بلد وبلد حابة أشكركم أقول لكم ألف شكر وإن شاء الله أتشوفوا مجموعة جميلة في الفيديو النهاردة أقول لكم بس أسعار الدهب اليوم إن شاء الله هنقول بالعملة الريالي اللي هي العملة الريالي السعودي والدرر الأمريكي هنقولي الأول إن شاء الله بالريالي السعودي ولما نخلص الريال السعودي خالص هنخش على الدرر الأمريكي يلا نبتدي ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم سعر الدهب اليوم يوم الاثنين 28 مارس 28 مارس يوم الاثنين 28 مارس هنقول بقى ايه السعر بالريال السعودي سعر جرام الدهب عيار 24 بالريال السعودي 233.27 سعر جرام الدهب عيار 22 ريال السعودي 213.83 سعر جرام الدهب عيار 21 204.11 سعر جرام الدهب عيار 18 بالريال السعودي 174.95 سعر جرام الدهب عيار 14 بالريال السعودي 136.08 سعر جرام الدهب 12 بالريال السعودي 116.64 سعر جرام الدهب أيار 10 بالريال السعودي 97.20 سعر جرام الدهب أيار 9 بالريال السعودي 87.48 ان شاء الله دلوقتي بقى هنبتدي نقول الأسعار بالدلر الأمريكي سعر جرام الدهب أيار 24 بالدلر الأمريكي 62.19 سعر جرام الدهب أيار 22 بالدلر الأمريكي 57.00 سعر جرام الدهب أيار 21 بالدلر الأمريكي 54.41 سعر جرام الدهب أيار 18 بالدرر امريكي اربعة وستين ستة واربعين فاصل اربعة وستين سعر جرام الدهب عيار اربعة عشر بالدرر امريكي ستة وتلاتين فاصل تمانية وعشرين سعر جرام الدهب عيار اتناشر بالدرر امريكي واحد وتلاتين فاصل زير وتسعة سعر جرام الدهب عيار عشرة بالدرر امريكي خمسة وعشرين فاصل واحد وتسعين سعر جرام الدهب عيار تسعة 23.32 يبقى احنا كده قلناه بالريال السعودي اول حاجة وخلصناهم خالص وبعد كده دخلنا على الدرر الامريكي المعانا مجموعة جميلة جدا من الذهب الخليجي عشان كده انا قلت اقول لكم الاسعار بالريال السعودي المعانا مجموعة يعني متنوعة من الذهب الخليجي ومعانا كفوف ومعانا حلقان وخواتم كلها حاجات حديثة وجميلة وكل سنة وانتو طيبين ومنسبة رمضان للناس اللي هتتخيطب بعد رمضان يعني الخطوة بطاعتها تبقى في العيد نقول لهم الف مليون مبروك وربنا يتمم على الف خير ومن الفيديو دوت هيخليكم تختاروا حاجات حلوة ان شاء الله عندكم مجموعة خواتم جميلة وحلقان وغوايش واساور وقطقم كلها دهب صافي وفيه كمان معانا الحاجات الاسلامية زي المساحف ومعانا حلقان برضو مجموعة حلوة او مجموعة غواج برضو مجموعة اساور وقطقم فيه قطقم كاملة على حسب كانت طبعا الوزن وفيه قطقم مش كامل زي ما بيسمونه استطاقم ومعانا الخواتم دي جميلة جدا للخطوبة يعني ممكن تجيبوا عليها محبس او سنسلة او ممكن الخاتم دوت بس وخلاص حاجات جميلة يعني القناة بتاعتي بقى ان شاء الله عشان فيه ناس بتبقى لسه دخلة جديدة مش عارفة قناتي بقدم فيها كل ما يخص المرأة والانسات او السيدات بنقدم فيها مجوهرات بنقدم فيها احزية وشونط وملابس للعرايس وملابس السخروج ودكورات المنزل وعفش او اساس او كل ما يخص المنزل او كل ما يخص المرأة في كل حاجة وكل دوت مش للبيع لا ابيع اي حاجة الحمد لله يعني بس ايه للعرض فقط احدث ما فيه الاسواق ولو حد بيعاوز المحل اللي انا كنت بصور فيه بقى بقى سايبة اسمه في صندوق الوصف او في العنوان انتوا بقى تكتبوا اسم المحل على جوجل وهيطلع لكم اقرب فرع ليكم فيه المحلات بتبقى موجودة في ولايات كتير وفيه بتبقى عندنا احنا في كاليفورنيا بس فانا بتكلم على البنان على البولاية والحطة ان انا قاعدة فيها بيبقى فيه تخش على جوجل وحط العنوانك واسم المحل هو يجيب لك اقرب فرع ليكي او لو مش عارفة اتسلب المحل اقوم التليفون وهو يقول لك فين اقرب فرع ليكي او اقرب مكان للبيت عندك معانا برضو زي ده والطقم كده جميل ومعانا ستة غوائش اهمت مثلا لو ستة غوائش هيبى طبعا الوزن بتحهم تقيل او الحجم بتحهم كبير والفلوس هتبقى كتيرة ممكن تشتري واحدة او اتنين وبرضو فيها لحسب المقاس اللي انت اوزايا فيه احجام اوزان تقيلة وفيه اوزان متوسطة وفيه اوزان خفيفة كل مادة دهب في الطالع يعني مش بينزل ربنا يسهل يا رب وينزل وكله يشتري كل اللي نفسه فيه وزيادة كمان كل اللي احنا بنتمنى له هو الاسعار تنزل عشان الناس تشتري لكن لو انت هتشتري اشتري بقى على قد الفلوس اللي معاكي مثلا على حسب الفلوس اللي معاكي شوفي انت معاكي من مبلغ قد ايه او الشاب كاللي انتو محددينها قد ايه ونقل حاجة اللي تعجبك والحاجة اللي هي على قد الفلوس اللي معاكي يعني ما بيبقاش معاكي فلوس قليلة وتروح تنقل اوزان تقيلة قد كده لا ما تنفعش نقل حاجة السمبل الصغيرة الرقيقة واكترية البنات اللي بتتخطب في الكليات او الموظفين دلوقتي بيجيبوا حاجات رقيقة وحاجات يعني الاوزان بتاعتها مش تقيلة وبتبقى كويسة وبتبقى حاجات كده رقيقة وجميلة تناسب السن بتاعهم وحبيبنا اللي في الخليج بيحبوا الحاجات ليلة واوزانة التقيلة